فلذي بدئنا صعد الله صباح حقكم ومساعدكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم وينما كنتم نحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى لقاء جديد ضمن لقاءات برنامج فتاوى في هذه الحلقة المهمة من حلقات برنامج فتاوى والتي يطيب لي أن أكون بضيافة وبصحبة العلم العلم والبحر الخضم والذي أدوب فيه عشقاً انصح التعبير على المستوى الشخصي وأحبه كثيراً كثيراً بحب أو بحجم لا منتهى لحجمه سيدنا ومولانا فضيلة الدكتور سالم العالم مولانا الأستاذ الدكتور سالم عبدالجليل مولانا أهلاً وسهلاً ومرحباً حبيبي ربنا يبارك فيك أحبك كثيراً 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 والله يعلم أحبك الله الذي حبتني فيه وأدعو الله أن يجعلني أهلاً لهذه المحبة ربنا يرضى عنك لو ما بتسافر برا صحيح الناس برا لهم يعني حق في حضرتك الله يكرم لكن بتوحشنا الحمد لله بارك الله ومنطر بقى أن أتصبر يعني أيها السادة تكذروا الإشارة إلى نوو بإمكانكم أن تتكرموا علينا بمن رديكم من تساؤلات واسفصالات عبر منصات قناة الرحمة الرقمية من خلال فيسبوك واتساب انستجرام يوتيوب وبلا شك تفعلكم معنا يتراعون للخوار ومرحباً بكل التساؤلات الولدة إلينا على كثاتها لكن هذا يعني أن هناك ثقة كبيرة من السادة المشاهدين نحن يعني نجد لهم كثيراً على هذه الثقة الكبيرة ونسأل الله في عليائه أن نكون عند حسن الضم سيدنا ومولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم الإيام اللي طوله خمسين ألف سنة هل هذا اليوم على كل العباد موحد ولا الشعور والله سأقولكم جداً ولا الشعور بطول اليوم مختلف من شخص آخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد فنسأل الله العلي القدير باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وبأسمائه الحسنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن يسلمنا في هذا اليوم وفي غيره من أيام الدنيا حتى نرقاوه وراضٍ عنا وأن يجعل هذا اليوم من الأيام الخفيفة علينا اللهم أمين لا شك أن بداية هذا اليوم على الجميع صعبة وشاقة على الجميع بلا استثناء إلا من شاء الله سبحانه وتعالى أن يؤمنه وقد قال ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخر فإذا هم قيام ينظروا أشركت الأرض بنور ربها فمنهم من يبعث في هذا اليوم وهو إن شاء الله تعالى معافاً من على رأسه ولأقطع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لا يشعر بشيء لا من الألم ولا الحزن ولا الخوف ولا شيء لكن غالب الخلق يشعرون بهذا حتى إن الخلق يهرعون إلى كبار الأنبياء ليبدأ الله الحساب ولو إلى النار سلم يا رب سلم لك أن تتخيل هذا عاز إخلص البشر سيهرعون إلى كبار الأنبياء ليبدأ الله الحساب من شدة الموقف وهولى الموقف فيأتون آدم فيعتذر بأنه أكل من الشجرة يأتون نوحاً فيعتذر بأنه قال يا رب إن ابني من أهل ويأتون إبراهيم فيعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات لما قال إني سقيم وكان يقصد المرض الجسد ربما والنفس ربما ولم يكن في هذا كذباً وإن كانت تعد كذباً من باب اللغة وعندنا أيضاً كذبته لما قال هذه امرأتي على صار خشي أن يقتل وله مهمة ورسالة أن يؤديها لا خوفاً على مجرد حياته وإلا لما كان قبل أن يقذف في النار وكذلك كذبه لما أراد أن يقيم الحجة على عباد الأوثان فحطم الأوثان وقال لهم بل فعله كبير يعني للحظة هل تعلم للحظة ثم رجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسين لكن للحظة كده أدركوا الله احنا فعلاً بنعبد حاجة ما تستهلش العباد ده ما شعرت عن نفسهم ده ما بنطقوش بعدين خافوا على سلطانهم رجعوا ثم نكسوا على رؤوسين يأتون موسى فيعتذر بأنه قتل رجلاً مصرياً بغير تعمد طبعاً فيأتون عيسى فيعتذر ولا ذنب دليل على أن الكل يعتذر لأنه يدرك أنه ليس أهلاً لهذا المقام حتى يأتي الضور على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فلما يأتونه صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا لها أنا لها ويخر ساجداً تحت العرش يقول فيفتح الله علي بمحمد وتسبيح لا أعلمها الآن يعني ما يكون يعلمها في دنيا الناس فيتركه الله تعالى ما شاء ثم يقول له ارفع رأسك وسلطعت واشفع تشفع صلى الله عليه وآله وسلم فهو عندئذ يشفع ليبدأ الله الحساب في دي شفاعة العظمى ودي شفاعة في الخلق جميعاً صلى الله على حضرتك إذن الموقف بدأ صعب وشق على الجميع حتى أنبياء الله ولا أدل على هذا يوم يجمع الله الرسل آخر سورة المائدة فيقولوا ماذا أجبتم تخيير الإجابة تكون إيه؟ قولوا لا علم لان زي ما عندكوش علم هم من هول الموقف وكوة الشهادة من اللي بيطلب منهم ده ربنا سبحانه وتعالى قوموكو أللوكو إيه؟ يقولوا لا علم لان من شدة الموقف لك أنت خيل هذا فيوم عصيب على الجميع لكن بعد ذلك يخفف على عباد الله وأوليائه والصالحين من عباده الذين هم أهل الجنة إن شاء الله يا رب فيكون بعضهم في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى كما أخبر النبي السلام عن سبعة أصناف سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل وذكر من ذكر وهناك من يكون على يمين الرحمن على منابر من نور كالمتحبين وأسأل الله تعالى أن ينشعين وإياك منهم يا رب ومشاهدين الكرام يكونون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين منفعش عند ربنا يمين ويش مات إحنا عن ذلك يمين ويش مات عند الله ما ينفعش يتقالي الكلام نعم إذن الهول شديد لكن يخفف الله تعالى بعد ذلك على أهل الإيمان فيمضي عليهم إن شاء الله تعالى سريعا حتى إنه قال إن البعض يمضي عليه بعد أن يبدأ الله الحساب كصلاة ركعتين فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يكرمهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم أمين أمين يا رب العالمين نعم أرزاكم الله خيرا الله يكرمك تسأل وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ابن شاب يتعلم آخر سنة بالمعهد بيشتغل هل ينفع أخذ منه فلوس من اللي بيشتغل بها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الشاب يا رب وفي أمثاله ممن يعرف دورهم في الحياة وواجبهم نحو أنفسهم ثم نحو أهليهم ولا تلكؤون على ما يعطيهم الأهل من مصاريف بل يسعون ويكدون ويعملون ليكسبوا أرزاقهم من حلال ده شيء جيد جدا ونحيي هذا الشاب ولا مانع إذا كانت الأم في حاجة نعم أو كان حتى الأب أنا بس بعتب على أب أو أم يبقوا في غنى يعني أم مثلا الله يكرم الأمهات كلهم ويرحم من مات من أمهاتنا يا رب أم عندها ما عاش كويس ومش محتاجة تفرض على أولادها فلوس لماذا لا ينبغي هذا من باب أو ده الأب أب ربنا كرمه وعنده فلوسه وعنده عائد بيجيله من هنا أو هناك نعم وعنده دخل بغض النظر مصدره إيه وعنده دخل يكفيه لماذا يفرض على أولاده مبلغ من المال هو أنا آسف جدا يا أخواننا الأب والأم ما يعتبروش أولادهم دول زرع بزرعوها ويحصدوا المال منها بعد ما تكبر ما فيش كده أنا أتورع عن مال ابني والأم تتورع عن مال ابنها إلا لحاجة فلما تكون في حاجة طبعا أنت وملك لأبيك نعم عشان بظلنا بتفهم هذا الحديث خطأا هذا الحديث له سبب نعم سبب وروده أن رجلا أتى ابنه وطلب منه طعاما وشرابا فأب عليه فرح يشتكل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الأب محتاج والابن عنده فائض فالنبي قال أنت وملك لأبيك فهي مش مطلقة نعم إنما هي عندما يكون هناك عوز وحاجة وهناك فائض بل ينبغي أن يقدم الأبوين على الأولاد كقصة الثلاثة أو الرجل الأول في الثلاثة الذين أوأوا إلى الغار كان يمسك بإناء اللبن الأولاد يبكون يتضوون جوعا الأب والأم نيمين فلا يريد أن يطعم الأولاد حتى يستيكذ الأبوين تقول يطعم ما يصحيهم برضو لا أقلي أبوي أمي تخير شوف البر وصل لفين فلا يكذ الأبوين يسيبهم برحيتهم خالص لما يصحي يشربهم بقى كده بإسعيالهم هكذا يعني هو أدب النبوة وأدب الإسلام في الترتيب في الأولويات لكن في النهاية إذا كانت الأم مستغنية والأب مستغني يعني يتعففون عن أموال أبنائهم الله يكرمك أنا من السعودية يا أهل وسلم حضرتك وكل أحبابنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلا حاضر هل هذه الصغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصحيحة وهي اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد عدد ما صلي عليه في السماوات والأرض وسلم تسليما كثيرا اللهم صلى عليه شوف الأصل في الذكر الاتباع لكن لا مانع إطلاق من الابتهاد على أن يجب علينا أن ندرك أن ما كان ثابتا في السنة النبوية أولى وأشرف يعني محد يسألني عن صيغة مميزة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ومحمد تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه قال يا رسول الله نعرف كيف نسلم عليك نأبقى السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته كيف نصلي عليك فقال أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ليصغل إبراهيمية واختيرت لصلاتنا نعم نحن نختم صلواتنا كل الصلوات السرية والجهرية والفردية والشفعية كلها بلاستناء النافلة والفريضة تختم بالصلاة على النبي الكريم قبل السلام نحن عندنا التشاهد أخي وده بعض من الأخطاء التي يقع فيها حتى بعض المشايخ الله يعلمنا وإياه ويفقهنا في الدين قد يعتقد البعض أن التشاهد داخل فيه الصلاة على سيدنا النبي صلى الإبراهيمي وهذا ليس صحيحا التشاهد ينتهى عند قولنا وأشهد أن محمد عبده ورسوله فقط وهذا ده التشاهد الباقي ده سنة الصلاة على سيدنا النبي هذا أو سنة أو واجب عند البعض الرجع انه سنة يعني التشاهد انتهى عند قول وأشهد أن محمد عبده ورسوله أصلاح نقول السلام عليكم وسلم حد يقول لي ما لسمه التشاهد الأوسط ليه مولانا يقول لك عشان بنقرى نص التشاهد غلط لأنه في وسط الصلاة يعني تشاهد الأوسط ده هو التشاهد على شان هو في وسط الصلاة في وسط الصلاة لكن disagreement بعد ركعتين وبعدها ركع في المغرب أو بعدها ننفي العشة والظهر والعاص بس لأنه فصل الصلاة حتى بعد المشيخ اللي سامحهم في صلاة الجنازة يقول لك وفي التكبيرة الثانية نصلى نبي الكريم بنصف التشاهد خلط هذا تعبير فقهي خاطئ وينبغي أن نصحيحه نقول ونصلي على النبي الكريم بالصيغة الإبراهيمية التي نقولها بعد التشاهد لو عايزين نفهم الناس اللي بنقولها بعد التشاهد يعني معنا كده نحن نختم صلاواتنا بالصلاة على سن النبي نعم صحي كده الصلاة نهايتها التسليم مش الصلاة سيدنا النبي كمان التسليم لأن نبغي قال كده افتتاعها التكبير واختتامها التسليم فاحنا بنقرأ التشاهد وإحنا قاعدين ثم نصد نبي الكريم ثم ندعو ثم نسلم أنا ما خصدتو سيدنا يعني من المناقب العظيمة أن يكون آخر أعمال الصلاة قبل التسليم قبل التسليم الدعاء الدعاء الصلاة على النبي بعد التحية لله شوف هو مش بس الصلاة سيدنا النبي كما تشاهد نفسه إيه شواء التحيات لله نعم والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم فنحن إذن لا نختم الصلاة فقط بالصلاة سيدنا النبي إحنا أصل التشاهد فيه تحية للرب وتحية للنبي عليه الصلاة والسلام فإذن إذن جميلة علينا أن ندرك أن هناك صيرة عديدة لصلاة سيدنا النبي بعضها جائز بعضها غير جائز هذه الصلاة ذكرها الأخر الكريم جائزة ليس فيها ما يمنع أن نقولها ولا حرج فيها دعا إطلاق لكني أكرر بأن أبرك وأفضل وأعظم الصيغ على الإطلاق من حيث الأجر والمثوبة والبركة فيما أحسب هي تلك الصيغة التي علمها النبي الكريم لأصحابه البدع بقى في إيه البدع في أني أنا أحدد صيغة معينة وبرقم معين وأقول الصيغة دي بالشكل ده بالرقم ده هي اللي تعمل زي ما سموا مثلا الصلاة النارية طب سمتوها النارية ليه يقول لك أصلها بتقضي الحاجات بسرعة شديدة جدا كالنار في الهشيم شوف النار لما تلتهم الحطب الناشف الجاف بسرعة يقول لك يرتقضي الحاجات بسرعة كده جبتوا منين الكلام ده يقول لك أصلحنا جربناها أنت جربتها يا سيدي ووفقك الله وأجاب دعائك غيرك قد يجربه ولا يحصل ما هو هذا لأنه اليقين في الأجر والمثوبة والعطاء إنما يكون فيما نقل وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما سواه أمر مجرب خلاص الناس مجرب بقى قد يعني ينفع مع واحد قد ينفع مع الشخص ذاته مرة ولا ينفع أخرى هي حالته ولو أن المضطر مشركاً وفي لحظة اضطراره أخلص ودعاً سيستجيب الله له من القرآن أكد هذا حتى إذا كنتم في الفلك ويتكلم مع المشركين ما بتكلمش مع الصحابة بتكلم مع عبرة الأوثان حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفارحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيطرهم دعوا الله مخلصين فلما نجاهم إذا هم يبغون والتانية إذا هم يشركون هل ضحكوا على الله أنا يضحك علي عادي جداً ضبيب بسيطة إنما اللهم لا يضحك عليه ولا يخادع إنما أخذ الله عهداً على نفسه أن يجيب المخلص المضطر ولو كان مشركاً إذن أنا لست في حاجة إلى أن أبتدي عصيغاً بعينها ولا أن أحدد عدداً لأقول لك أربعة تلاف رومية أربعة واربعين يومي تصل بك بقى يا منادل عملتها أربعة تلاف واربعين واربعين وبردان شكيت واحدة مزور اتنين صح؟ ولا غلط؟ أنت بتعمله يا أخوان؟ فأنا بقول لك صلى الله تعيشها ربا ركعت صلاة خمسة يعني مش كده وممكن أحياناً ما يحصلش حاجة فيحصل عند الناس لبس وخلنا نحطه في الاعتقاد نعم سيدنا بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرات أخي كانت تجسس على مكالماتي مع أخي كانت حطة في تليفونه برنامج ينقل لها كل ما يجرى من مكالمات بينه وبينه وتسمع كل شيء وانا ما تقولش اسم البرنامج السيارات تعمل على ممبيلات زوجها ولا حاجة تبقى مشكلة أما مسليينك ما عاملين برنامج واثنين ونجحت أنها يعني تحدث مشاكل بيني وبينهم فما حكم التجسس بين الناس وحدوث الفتنة فما حكم أنها سبب في قطيعة كبيرة الآن بيني وبين زوجي مع العلم أن كل مكالماتي معه نصيحة وعتاب أنه مش مهتم بزيارتي كثيرا وحسبنا الله وانا ما الوكي التجسس من الكبائر نعم الأصل في التجسس أنه من الكبائر لأن النهي فيه صريحة ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إنما يسمح في التجسس فقط لما تبقى مصلحة عامة للدولة يعني بعض الأجهزة مهمتها الحماية والأمن سواء في الداخل ولا في الخارج وحماية المجتمع من الجريمة وحماية المجتمع من مثلا الرشوة من الأمور العظيمة اللي احنا قد تحدث فسادا عظيما نعم فبعض الأجهزة المعنية بهذا بنرخص لهم بهذا أحيانا نجيبها كمان ليه لإيقاف الجريمة نعم أو منع الجريمة يتجسس عشان ما تعصرش قتلة يتجسس عشان ما تكملش عملية الرشوة عشان عملية الفساد عشان يدفع ضرر عن البلد كل هذا مش بس جائز دواجب والاحتياط واجب وهو من الأسلحة المهمة الوقائية والدفاعية هو في نفس الوقت الهجومي فهذا أمر بالنسبة للدولة ومصالحها ومشاكل ذلك إنما أنا أتجسس على مراتي والمراتي تتجسس عليها ما ينفعش هذا لا ينبغي أبدا أبدا بالعكس يا أخوانا إحنا أمرنا بالتغافل يعني أنا مما شوف تليفون مراتي قدام مين ما بصش عليه ما بص عليه افرق كتبة لزميلتها ولا كتبة الأمها ولا بتاع أي المشكلة ما الناس تفتفض مع بعضهم وهم حرين مع بعض ربنا لا يا حاسب ده أنا الظاهر أنا شايف مراتي بتعملنك واسهلس متشكلين ربنا ليه أفحر ودور وأعمل ليه يفرد واحدة بعتالي كلمتين طيبين وأنا ردتش ولا ما ردتش عليها مثلا يعني مالي فأمراتي تشوف تليفوني فتنزعج وتبتدي تعمل تربط أمور بضعضها قد تكون خطأا وفي الغالب تبقى خطأ وتهدم البيت في النهاية مثلا فالتجسس حرام ده الأصل إلا أن تستدعي الضرورة وليس من الضرورة إن نخرب بيتي بيه ولا ولا لآخر ينفع عمل ده مع عيالي لما يبقوا أولادي فيهم ظن اللي بيعملوا غلط بس إنما ابني الحمد لله أنا ما نش عالف عنه غلط ولا حاجة ما تجسسش عنه برضو ده حاجة مهمة جدا منفعش أتجسس على ابني بيعتبره ابني أنا فقط أفعل هذا دفعا لمضرة أو مفسدة كبيرة لما أعرف إن ابني ماشي في حتة غلطه لازم أجسر عشان أرجعه والله أحدى حياكم يا دكتور بارك الله فيكم أيها السادة باسمكم أشكر صاحب الفضل والفضيلة العلامة الكبير مولانا الجليل فضيلة الأستاذ دكتور سالم عبدالجليل السادة علماء الأزهر السادة الأكابر مولانا أشكرك شكرا حبيبا بني بانك فيكم فضلك يا رب شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل إلى أن نرتقيكم أيها السادة بحلقة أخرى من حلقات برنامج فتاوى انتظرونا يوميا عند ثالثة ظهر من توقيت القاهرة بنشاءة الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء أذكر مرة أخرى نرحب بتساؤلات السادة المشاهدين الواردة إلينا أعظم نصات نصات الرحمة الرقمية فيسبوك واتساب انستجرام الان نلتقيكم في آمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس